السلام عليكم ورحبا بكم معي على قناة كويزين ساميرا دي زاد الفيديو ديالي هدا ان شاء الله يلقاكم بخير الى كنتم في صباح نقولكم صباح الخير الى كنتم في العشية نقولكم مساء النور نقولكم يومكم طيب ان شاء الله زين مبروك معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله الفيديو هادة عنه اليوم رح يكون فيديو تحفيزي بالنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية كما عودكم خاصة وهد الأيام ره الجو وماشاء الله جو ربيعي بزاف شباب هنا كمارا كنت شوفوا مع الصباحة هادي اليوم قررت نتوي شوية لبالكون ديالي كنت شفتوا تاني سكان العاصمة وضواحيها كانت صبت شتا يعني طاحت اللايبيرك ما شاء الله سكيفي لبالكون كامل يعني تغبروا تاني كماشتوا كنت تلاتيام ع الوافت تعجزتي ربي يرحمها وهديك سمالة تاني كانت اختبارات عملتها شوية اللغالب هدي هي الظروف ولكن كما يقول المثل وسخت عامرها ورايحي تنحى في نهار ان شاء الله دونك نبدأوا حاجة بحاجة هاكدا باش ربي يقدرنا خاصة انو يعني الوقت اللي رانا فيه رجع ما فيهش البركة الوقت اللي يحفظوا يستر كما راكو تشوفوا را يجري بزاف بزاف ربي يقدرنا ان شاء الله على الشقة وعلى المحاين تاع هاد الدنيا هدي اللي رانا نجروا موراها موراها باش نقضي على كامل الترسوبات اللي كاينا في الفايونس استعملت هادلو بخدوة تاع سافينات هاد البخاخ هدايا هادا اللي بخاتيك هاكدا نرشو على الفايونس يعني الاماكن كاملة نحبين نطفوها خاصة نحنا عدنا هنا بزاف الوميديتي دونك غير نغفل على كيما نقولو على الافايونس وكا تشكلي فيها واحد الوميديتي اللي سيختو في هادا كل الفراغ بين الفايونس بين حبة تاع الفايونس وخدها تشكليك شغل الوميديتي فيه دونك سافينات هو اللي حي عاوني باش يقضي اللي كامل على الترسوبات والأوسخ سيختو هادك اللي تحصل في فلابات هادك وللأرضية استعملت هاد سافينات هاد اللي جاي هاكدا قرعة هادا يعني سهل بخاتيك في الأرضية الملح في سافينات يعني فيه بغيار دو بروتكشن ينظف لنا دال دو سول ديالنا ولكن بدون ما يأذيها يعني يخليها محافظة على بغيار ديالها وهنا يعني من الأحسن كي نخدمو بهاد النوع تعالي بخدوين نهوي والمكان اللي نكونو نخدمو فيه هاكدا باش يعني ما نأذيوش نفسنا على كل حال حتلقو كامل هاد الاستعلامات ولا هاد المعلومات راكو راح نتلقوهم كامل في القرعة هادك تعال العلبة تاع السافينات اه فالا دونك بعد ما كملش لتكلش ومبعدت رغوه برك خفيفة غير بسائل تاع الغسيل تاع الاواني اه وتحصلت يعني وش نقول لكم على باريق الله يبارك ما شاء الله وبالنسبة للحيوط للفوق كامل اه هنايا استعملت هاد الفخوت وقتاني بزاف بخاتيك للحيوط ويعجبني يعني ما نستغناش عليه حبيت نفتح قوس برك صغير اهنايا بالنسبة للاخوات اللي كتبولي التعليقات في الفيديو اللي فات باللي كيفاش عجوزتك ماتت وانت يا راكي تحطي في الفيديو لازم تقعدي 15 يوم والاخرى تقول لك لا لا لازم تقعدي 40 يوم انا يا الواحدة ما توري ليش حل نقعد ولا شحل نحزن على عجوزتي بس كل الحزن يبقى في القلب ما يبقاش اه 15 يوم ولا 40 يوم الناس اللي عزاز علينا راح نحزنوا عليهم حتى نهار نلحقهم حتى نهار نموت وحنا تاني اه الله غالب انا هادي خدمة راني ندير فيها اه والخدمة هادي ديالي عندي كم يقولوا اه عقود عامل مع شركة الله غالب لازم نديرها والخدمة هادي لاني ندير فيها الحمد لله ما اني نقدي لا نس داري لحته ما راهم لاتين كامل بشغالتهم والاتين بحياتهم وبولادهم اه وما راني نقدي في عجوزتي ما رانيش انا هنا نشطح ولا نغني ولا يعني عندي خدمة اللي لازم علي نديرها الله غالب وهذه هي الدنيا وتستمر الحياة ما عندنا ما نديره ويبقى الحزن في القلب دايوخ حتى في الاسلام يخي يقول لك الحزن ما لازمش يكون كتر من ثلتية بالنسبة لي قالوا لي دارتي الكعكة باش تستقبلي جارتك اللي جيت تعزيك يعني نقول لكم عودوا رجعوا الفيديو وفهموا مليح واش كنت نقول وما تقولونيش ولا ما تخلونيش ترجعوني ندير حاجة انا ما درتهاش الكعكة في حد ذاتها كانت عبارة على خدمة طلبتها مني الشركة باش نديرهم كعكة بهديك المواصفات ودرتها و جيت جارتي عزتني وانا ندير فيها هديك الكعكة يعني تجلقتني مع التصوير هذا ما كان يعني انا وكنت جي جارتي تعزيني ما نعرفش ندير شو يا كروكي ولا حلو الطابع ولا انا وش نقول هاد الاخوات لي كتبوا تعليقات باش يأذيوا الناس وباش يجرحوا الناس سواء انا ولا زاملاتي واحد اخرات نقول لكم بلي هديك التعليقات رح تبقى تشهد عليكم يوم القيامة عند ربي سبحانه بلي راكون تجرحوا في الناس وراكون تأذيوا فيهم دونك خموا مليح مليح قبل ما تكتبوا اي حاجة رح نحاسبوكم بيها عند ربي سبحانه فالا ودوكا نغلق هادك القوس ان شاء الله الميساج يكون الحق والحمام بعد التنظيف اللي ولا يفح فح الله الله برح تنظافه رح تنقى وكي ما يقول المتال يمزي نقال وكان يبقى بعد ما كملت غسلت يدي بلو سافان بيتا ديغمين هادلو سافان ميديكال انتي باكتيريا لي قضي على البيكتيريا لانه مخدوم بمواد يعني عالية الجودة تقضي على كامل البيكتيريا وايضا حتى الزيوت لي فيه جودة عالية الزيوت هادك تخلي البشرة رطبة وما تنشفهاش راكو رايحين تلقى وافلي فارماسي وفي اللي عندلي بيعولي بخدوي كوسميتيك العشية اللي بنات اديتكم معايا في خرجة خاصة وانه الجو راه بزاف شباب دوك يقولوا عجوزتك ماتت وانتي خرجتي تحويسي وانتي مانشا حنديكم في تحويسة اني رايح نعرفكم على واحد الاكاديمية خاصة بالطبخ والحالويات جاية في دال ابراهيم انفاس هاد المدرسة الابتدائية لي اسمها مصطفى الزغد احتلقاوا هاد ليكول هادي تاع السيدة مادام خوجة هاوليك شوفوا استقبلتني بهاد الفطور باسكو هي تخيطر وطيب الماكلة تاني وعندها هاد الاكاديمية الخاصة بالطبخ والحالويات بجميع انواعها حلوية تقليدية والعصرية لي قات وساك وكي ما قلت لكم تخيطر تاني هاي ليك اسمها بنت زمان رح نخلي لكم لا باج انستاقرام تحاول فيسبوك تحاول رقم الهاتف هاكدا بش تتعرفوا عليها وعلى هاد المدرسة اكثر واكتر اليوم لقيتها دايرة وورشة تعموا على السلاة سورية جابت واحد الشيف سوري اسمه الهادي يعني الشيف الله يبارك ما شاء الله هادر لهم واحد الحالويات سورية اه قمة في الروعة وفي الدوقات ديالها اللي يعجبني في المدرسة هادي اللي تقدم في هادي ذاتو ليت حالويات اه اولا واسعة هادي حاجة هادي اللي يقدموا فيها الدروس هاده هو الشيف السوري اه النضافة النضافة ثم النضافة المكان لا هيبارك مشروح موريح واسع اه يعني وش نقول في المدرسة هادر لا هيبارك ما شاء الله وهادي تحلية سورية دارها لهم الشيف الهادي راكوا رايحين تلقوا الوصفة في الصفحة تعال انستاغرام تاع مادام خوجة بالنتزمان الاسم الصفحة رايح يجوز اه امامكم اه هادي كدرها لهم بونيوس يعني دارها مجانية يعني مت كامل المقادير ومادام خوجة حطتها لكم في الانستاغرام اه ديلها الى كنتوا حابين تشوفوا الوصفة وهادو ما بعض الحالويات اللي يحضرهم الشيف لانو هاد لاتوني اللي داروه كان فيها يومين نهار من قبل وانا جيت في الدوزيام جوغ هادو هما الحالويات السورية المولى المعسلات السورية اللي حضرهم في هاد الاكاديمية هادي بالنسبة للاكاديمية هادي رح توفر لكم الاكل اه يعني وجبة الغداء رح تكون على الاكاديمية مع استراحات على القهوة تاني اه انتو ما كنت لاحبي تتقرأ وتحضروا وراشات هنايا متجيبوا ووالوا معاكم جيبوا بركل الورقة والسيلو للاجندا ديالكم مع السيلو باش تكتبوا الوصفات ولا تكتبوا غير طريقة التحضير لانو المقادير كامل رح يمدوها لكم في دي بوليكوب يكونوا واجدين اللي يعجبني في هاد المدرسة هادي انو الفوغ رح قدمكم كلش رح قدمكم اه رح تشوفوا الحلوه هادي كيفاش طابت انا شخصيا حضرت في وراشات الحلوه هاديك مش تشقع كيفاش طابت ما يورو لك الفوغ ما يورو لك رح يدوها الطيبوين بعيد ما على بلك شقع واش كاير اهنا شوفوا الفوغ رح قدمكم اتشوفوا الحلوه كيفاش طابت درجة الحرارة لانو الطياب تاع الحلوه تاني يلعب بالدور كبير في نجاح الواصفات الاكاديمية هادي تمد تاني دي زاتي ستاسيون اغريي بار غاليطا للاخوات اللي ديرو هنيا اه كشو اللي ديرو ستاشتاع الحلويات ونزيد نذكركم بلي مادام خوجة رح هي تخيتر يعني لكن عندكم مناسبة ضيوف حبيتو يعني تجيبو لهم اكل جاهز ولا الاكاديمية رح توجد لكم الماكلة والماكلة بزاف بنينا يعني يعني راني دقتها وكي ما شتوا هذك الجج المحمر و البطاطة المحمرة هذك هذك هي اللي درتها وجبة غداء للمتربسات اللي كانوا متواجدين اليوم في هاد الورشة هذي وكي ما قلت لكم كل المعلومات اللي تخص هاد الاكاديمية بالنتزمان راكو رايحين تلقاوها ولا تلقاو الروابط في صندوق الوصف بعد ما جوزت اجواء رايعة في الورشة هذي ورشة بنتزمان اه دخلت الدار بكل حماس ديغة كتيرا ما للكوزينا باش نحضر وجبة العاشاء دو كاني حنتقاس معاكم وصفاتع خبز قيمة في البنة ديالو في الوياء حطيت كاس تاحلي بيكون دافي حطيت عليهم مغيرفة كبيرة تاع السكر ومغيرفة كبيرة تاع خميرة الخبز الفورية الخميرة ما تكونش يعني المغيرفة ما تكونش معمرها بزاف نخلطهم خلط خفيف بالفوري ومبعد نغطيه بفين مآليمونتاغ ولا بصاشي ونخلي هذيك الخميرة تتفاعل لحوالي زوج دقائق ولا ثلاثة ارجعت لها نعاود نخلط من جديد باش تندمج كل المكونات واني رايح نزيد هنايا عندي حبة بيض نفصل الصفار عني البيض هكذا باش منضيعوا والو البيض نحطوه في العجينة والصفار نخلوه لا دور الشي اللي لاحطو انا كندير الغرر البيض في العجينة تاع الخبز حسيتو ايجي بزاف خفيف زدت هنا اربع كاس تاع الزيت اللي ممكن تعوضوه بالزبدة تاني تكون زبدة دائبة هادي هي ونخلط هاكذا بالفوي نزيد هنا يا واحد مغير فا صغيرة تاع الملح ودوكان بدأ نزيد في الفارينا تدريجيا للعجينة هادي تاني ما التعبش كامل عاجينة بالملعاقة ما فيها لا عجن ولا دلك والنتيجة تحا روعة روعة هاكذا نطمغير بلاس باتشويل حتى نتحصلوا على واحد دلقاوام بتاع العاجينة نفس القاوام بتاع الخبز اللي عملناه مع بعض من قبل بالجبن ضا يغمام الوصفة هادي راي تشبه لها شوية اه فقط اه اه هنا قدنا اختلاف كما يقولوا شوية في الذوق تاع هذا الخبز هذا وثاني في الشكل اراكوا رايح نشوفوه معايا فيما بعد هاي ليك نطميت العاجينة ديالي ممسيته كامل بيدي نغطيها بفيلم اليمانتر ونخليها تخمر اللي تخمر للعاجينة هاديك حبيت نتقاسم معاكم دوكالبنات واحد اه واحد الغوبو تاع غوبوست اه يشبه تاني نفس الغوبو اللي كنت اوليته لكم من قبل فقط هادا فيها دي فونكسيون وثاني جاي صغير شوية على هاداك الغوبو وهدايا ارخيص عليه في الثامن يعني صدقوني نفسه برك شوية صغير في الحجم ديالو واحد روبو الله يبارك تاني اعجبني بزا بزا فو صدقوني الى كنتو تحصلتو عليه ما كوش راحين تندمو لاني جربتو ولقيتو ما شاء الله فيه كيما قلت لكم تقريبا نفس الغوبو عندو هاداك اللي ترحي ليزي بيس وترحي القهوة برك الحجم ديالها شوية صغير وترحي ما شاء الله عندو تاني هاداك الطاستع البلانداغ ليرفد ريتلاونس وفيه هادو ما ليرابي وزرودية كيما قلت لكم نفسها تماما نفس الروبو هاداك برك هادا شوية صغير في الحجم ديالو وما فيش برك تاني هادوك ليفوي سينو نفسه تماما وصدقوني يعجبني بزا 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 لانو نفس الروبو وبالنسبة للسعر يدير 890 الف ولكن هاد المرة التوصلة راح يكون عليكم ارقام الهاتف اللي كنتو حابين تطلبوه راح يكون يجوزوا امامكم راح نخلي لكم ايضا الصفحة تعال انستاغرام لي يعني عندها عدة منتوجات باش شوفوا المنتوجات اللي عندهم في الصفحة ديالهم لكازا دالجي او لكازا دالجي غي الصفحة راح يجوز امامكم هاوليك البلانداغ كيما قلت لكم يرفد ريتلاونس وهادي الصفحة اللي تجي داخل البلانداغ لتعملك شغل صندري فيجوز وهاوليك شوفوا ملتحت فيه فونتوس هنجربو امامكم طبعا ما نقدش نوري لكم حاجة ولا نهدر لكم على حاجة لي ما جربتهاش لانو المصداقية هي اهم شي هاوليك روبوا بزاف يعني بويسان شباب ومتحوف صغير ورشوية يعني مش صغير صغير بزاف ولكن صغير شوية على لغوبه اللي يفات وفي الثامن ديالو ادير 890 الف رخيصة عليه يعني هنا راني رابيت البصل دونك الاخوات اللي ما زالهم يستعملوا سكرفاج ان شاء الله ان شاء الله تكسبوا هاد لغوبه اللي راو فيه اشواغ فيه كل شحم الحاجة شوفوا يعني صدقوني في رمشتعين يرحي لكم حبة بص الله يبارك يعني كيفاش يرحيها في رمشتعين مكاين لا دموع لا تعب لا والو انا دو كاني رايحة ندير شريبة هنا عندي كانوا عندي في الكنجيلاتور زجج نحتين ولا ثلاثة تعلجج قلت ندير بيهم شربة فيغميسال هايليك هنا يعني يعني تمتم رحيت الحبة على البصل ديالي دلتها تتقلم معها داك الجاج وشوية تعزيت وضوكة تاني رايحة نرحي هنا يا كي ما شتول نحنزيد نستعمل لغوبه ونحنرحي هنا عندي واحد الحبة ونص تعطوه ماطيش اني رايحة نرحيها هنا كي ما راكو تشوفو اه نرحيها بيها بالقشرة ديالها رميت معها تاني حبيبة تعزرودية وزوج فصص تعطوه ونرحي كل شفي هاد للاشواق هادا يا اه زروضية هاديراي رايحة تخترلي المريقة هادئك سورتوه كاني راحة ندير شربة فيغميسال هاي لك تاني البنات ستقوني تاني بويسان تم تم رحا هديك الطوماطيش و هديك الزرودية و هديك التوم ولت كامل ما تبانش شوفوك فيش ولت اون بيغي للقشرة هديك بينا لا حاجة يعني ما تبانش زيتها هكدا مع هدك لبصل وقليت كلش مع بعض زيت معهم هنا يا مغرفة كبيرة تعطو ماطيش تعلب باطا وعندي التوابل عدنا ملح فلفل لكحل و شوية على القرفة والقصبر المرحي بلا ما ننسى العكري ليعوني تاني بش يعطيني تحميرها ويعطيني بنا في المليحة في الشربة ونقلي وكلش مع بعض على نار تكون متوسطة تقليها هادي دايما نقول لكم اساس البنا وليت كلش راهي تقلى حبيت نزيد نوري لكم حاجة واحد اخرى تقدروا تديروها بهذا اللغوب وهذا ولي هي هاد الادات اللي بزاف يسقسوني عليها وما يعرفوش واشي ديرو هاديك البنات نخدمو بها لا مايوناز تاني اه وصفة هايلة ولا هاد الوغوبو راح يعاونكم بشديروا المايوناز ديالكم خاصا في شهر رمضان الكريم في وقت قصير هلوغ هنا يا في داخل اللغوبو حطيت هاديك الادات هاديك حطيت حبابيض تكون في درجة حرارة الغرفة وحطيت لها مغرفة صغيرة تعالى متاغدو شوية تعالى الملح نخليهم يبدوا يتخلطوا ولا ينضربوا لداخل ومبعد نبدأ نزيت في الزيت واحد الكاس هاكدكتا الزيت تدريجيا شوية بشوية ولوغوبو امام طورا يخلط دونك ما نحبسوش اه انا درتوا في سرعة لقم واحد هايليك شوفو يعني تمتم لما ينزلكم راي رايحة تكاثف ومتحصلوا على هاداك القوام الكريمي يعني في دقائق ثاني ما شاء الله على هاد لغوبو هادا هنا في الآخر بعد ما تحصلت على القوام المطلوب زيت لها شوية تعالخل اللي يحبوا القارس تقدروا ديروا عاصرة على القارس وبما اني نحبها بالذوق تعتم زيت لها رشة خفيفة من التوم وزيتكملت خلط كلش مع بعض ولا مايوناز راهي واجدة هاد لغوبو كيما قلت لكم نفس لغوبو اللي وريته لكم يرحي الحم يرحي الجاج يرحي المكسرات الكوكا واللوز الجوز قاع المكسرات كامل كيما كشتو يدير لمايوناز يدير لعاصر فيها عصارة تاني يعصر لكم الحمضية ديالكم يعصر الرمان نفس لغوبو اللي وريته لكم من قبل نفسه تماما برك شوية صغير عليه هادا ما كان والسعر ديالو السعر يعني رائع ثمانمية وتسعين الف يعني ما تلقاوش حاجة لي تديرش حامل حاجة بهاد السومة هادي دونك اللي را هي را قدع لازوج فريكات ننصحها يعني تستغلهم باش تكسب هاد لغوبو الرائع هادا يا هنا يعني شوفوا تمتم يا غير حدرت لمايوناز لشريبة تاعي هادا كراهي تقلات مرقت بالمال اللي يكفيني وورميت هادا كلوبوكي قغني لي فيه يعني ربطة مليحة على الحشيش وكرافص ونعناع الخضر هاداك وغلقت عليها وخليت شريبة تاعي طيب ارجعت الخبز ديالي ها ولي كراه خمر انا حتى تقدم شوفاش باش نربح الوقت باش تمتم يعني يطلع هاداك الخبز هاي لك العجينة كيفاش خمرت دو كانو حن دي غازي ولابات ديالنا نرش مكان العمل بالفارينا ونحطو العاجينة السر تاع ناجح الخبز ولي السر تاع الخفة ديالو هو كن دي غازي ولابات ما نخرجو لهاش كامل هادوك الغازات اللي فيها يعني حبي يقول لابات ديالنا ما نخدموهاش بزاف نعودو نطموها هاكدا ليجا غمونبرغ غير هاكدا حاجة خفيفة ونبعد نرفضها ونحطها في سنيوة يعني اما نكون دهنتها بالزيت يعني اما نفرشو هاكدا بابي كويسة ونبسطو العاجينة ديالنا ده حتشوفو واحد العاجينة ما شاء الله اه جي اه رطبة وملساء وسهلة في العمل ديالها بعد ما بسطها هاكدا كنقولو تمنيا ميليماتخ اه ولا تقريبا حتى الواحد سنتيمتر على حسب ما تحبو انتم السمكة على الخبز وبعد نجيبو كوبات ولا ناخدو اه سكين يعني نستعملوه بالضهار تع السكين ونديرو هاكدا فتاحات من فوق يلاشتو الكوبات ديالكم ولا الموس يلسقلكم في العاجينة ممكن نجوزوهم في الفارينة ونقطعوها هاكدا من فوق شكل كشغل مربعات هنا سافر البيض هاداك اللي خليتو مقبل يعني يجبتو زيتلو شوية تاع الحليب نخلطوه مليح مع بعض كي ما نقولكم دايما اللي عندهم الفوق ديالهم ما يحمرش زيدو شوية قهوة سريعة الدوابان لان الخبز كيكون شباب وطايب مليح ومحمر بخم ياما راح يجيبنين ودوز ياما ما مش شكل دياله وجيب بزاف شباب ولا هذا يعني يبقى كشغل رأيه لاني انا نحب حاجة محمرة ويعني كل واحد حرف كيفاش يعني يحبيه كل خبز دياله هنا لبنات جبت دوبت مغرفة كبيرة تاع زبدة زيت لها زوج فصوص تاع التوم غابي وزيت لها هاكداك واحد مغرفة كبيرة ولا زوج تاع معدنوس اللي ينقطعوها رقيق رقيق يعني ما تقطعوه شخشين نخلطوهم مليح هاكدا مع بعض ومبعد ندهنو فوق هاداك الخبز ديالنا هاكدا هاد المعدنوس والزبدة هاديك والتوم احيعطونا واحد اللي بنا في هاد الخبز يعني اه بنا عظيمة يجي بزاف ابنين كيما را كنت شوفو تقريبا الوصفة تشبه شوية للوصفة اللي عملناها ولكن هنا الخبز هادا رح يكون عنده دوق مخالف اللي هو الدوقة تاع التوم والدوقة تاع المعدنوس ومبعد هنا يا جبت فخوماش تاع التاختي استعمت اليوم الدوقة تاع القودة ناخد منه هاكدا تقريبا نزوج مغرف كبار نحطوهم في اون بوش جوتابر ولا تقدروا تستعملوا اي كيس بلاستيك يكون عندكم وهاد المرة نديرو فتحات كون شوية صغيرة لاني هادوك الخوطوط اللي حنديروهم من فوق ما نيش حبتهم يكونوا خشان كيمال الخبز اللي عملناه المرة اللي فاتت اه هنا يوانا نخدم من الخبز ديالي عاود كشغل الخمر اه خديت موس وبالظهر ديالو اللي راني نعاود نعلم المكان اللي قطعت فيه العاجين من قبل هاكدا بشي جيباين ومبعد نعمروا هاداك الفاراغ بالفخوماش هادا تاع تغطيف الفخوماش بلان تقدروا تستعملوا اي دوق اللي تحبوه ومبعد هناخدت الفخوماش هادا تاع مايسرو هادا الخاص بالكيش بالبيتزا راح ناخدو ونقطعو هادا الى شرائح تكون رقيقة بهاد الشكل هادا هاد الشرائح تاع الجبن هادا راح نحطوهم فوق هاداك الجبن الابيض نحيزيدو النافل بناء وتاني كنجو نقسمو هاداك الخبز احشوفوا هاداك الجبن كم نقولو يتكسل ويتجعد راح يعطيلو يعني شكل شباب ويزيدو حتى في البناء وندخل الخبز للفرن على درجة حرارة ميو وتسعين الى ميتين درجة فرن ساخن جدا كنشوفوه يتحمر من الاسفل نشعلو شوية من الفوق باش ياخد هادا التحميرا الدهابية هادي على كل حال موش رايح كامل يطول في الطياب خاصة وانو راندهنها بصفار البيض والزبدة هاديك بالفوق وكامل هاد الشي كامل يخليه يتحمر في وقت قاصر هاي لك انا خرجتو من الفورن مقبل ما نشوفو الاطباق دينا والشكل تا الطاولة حبيت نتقاسم معاكم على السريع هادا الصحون يعني ماشي سيغفيس سيغفيس ولكن صحون يشرتهم على كل حال انا لقيتهم دي سيغفيس يتباعو جابوهم فيهم واحد سان كولا سي كولا وخرجوا ما بالمغارف ديالهم هادوك لقيتهم يتباعو مليون وميتين لقيت واحد المحل دير هادوما هاكدا يعني ليحب يشري بالطبسي شريت منهم شريت هاكدا بول الطباسة كي ما نقولو هادوك تعالي نحطو فيهم دوزيان بلا تعال الجواز وكامل لقيت غير ثلاثة وانا يعني سحقيت اربعة وليت ما جبتهمش جبت هادوما ليجايين كشوغو البلا ولكن كي ما نقولو يصلحوا بش ناكلو فيهم قغاتا ناكلو فيهم هاكدا نقولو متوى من شهر رمضان الكريم وجبت تاني ستة من هادوما البلا يكونوا كبر هادوما اللاصالاد نحطو فيهم ليفخوي يعني شريت منهم ستة هادوك البلا بس كي نحتاجهم بزيادة وهاولي كيفاش يخرج السيرفيس اا فيه اللي يكونوا بزاف شابين انا عجبتني هادو البلا وهاوليك يعني الشكل الطاويلة كيفاش خرج في الاخر اا دلت لهم تاني شلادة كي ما نقولو حاجة خفيفة ضريفة ولكن كي ما نقولو دايما نقدروا نفرحوا العائلة دينا باشياء بسيطة وايضا يعني ما تشتش بزاف الوقت في التحذير ديالها وفي نفس الوقت تكون بنينة واقتصادية الخبز اللي عملناه مع بعض في الشكل النهائي ديالو هاوليك هنا يا قدمتو مع شريبة فيغ ميسال جات خاطرة جات ما شاء الله هاي لك هنا تاني يعني وتوالم تاني مع هاد البرد هادو يعني وصفات رمضانية تاني في رمضان نحبو نديرو هاكدا خبز تعددار وسيغطو خبز لي ما يتعب بش خاصة نخمم بزاف النساء العاملات هاكدا وصفات خبز لي ما فيها لا عجن ولا دلك وشوفوا كيفاش يعني ايجي كيمو قلت لكم هادا تاني وصفة رائعة لما تجربوها راح تشوفوا النتيجة هادا تاني ستقوني جاك شغل خفيف كريشة جاك شغل مسكوتشو ماشي كامل خبز هاوليك مع هاداك الجبن الداخل بنين تاني ولم هاكدا مع لي سوب وكامل يعني روعة بهديك البنة تعتوم وتع المعدنوس هادا هو الفيديو تعنها اليوم ان شاء الله يكون الاعجابكم اذا كان اعجبكم ما تنسونيش بجام في الاخر ما تنسوش نقول لكم باللي نحبكم بزاف وما رانيش زعفانة على ليكتبوا لي هاديك التعليقات السلبية نقول لكم تهالله في روحتكم دمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم في امان الله